تواصل القوات العراقية خوض المعارك مع مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في بيجي في مسعى لاستعارة المدينة الاستراتيجية في محافظة صلاح الدين والتي تضم المصفات النفطية الأكبر في البلاد المعركة ناجحة بكافة المقاييس كبدنا عدو خسائر فادحة بالأرواح والمعدات تكبد أكثر من 900 قتيل وجرحة أكثر من 2000 جريح معدات ما يمر يوم إذا ما ندمر معدين ثلاثة أربعة مرات الحدث من معدات يعني ندمر باليوم الواحد وتعلن القوات العراقية النظامية أنها تحرز تقدما على حساب جهادي تنظيم الدولة الإسلامية في بيجي بالتعاون مع ميليشيا الحجد الشعبي أرض بيجي لنا بالكامل ما يبقى إلا القليل من تطهير العبوات اليوم فككنا أكثر من 150 عبوة وبيت مفخخ وجردان داعش ينهزمون أمامنا وكانت القوات العراقية استعادت العام الماضي السيطرة على بيجي التي تقع على بعد 200 كم شمال بغداد والواقعة على الطريق بين العاصمة والموصل كبرى مدن شمال البلاد إلا أن التنظيم عاود بعد ذلك السيطرة على أجزاء واسعة منها ترجمة نانسي قنقر